أحب الحياة الملائكية عشق البتولية عيش حياة التسبيح سواء في بيت أمه أو في الدير أو في دار الأسقفية سواء كان كاهنا أو أسقفا عيش على المنبر سواء كان على المنبر أو في المنفى أتكلم عن القديس يحنى ذهبي الفم برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بضيفة اللي بيشرفني الأستاذ إيهاب نبيل الخدم بكنيسة الأنبانطونيوس الزأزي أهلا بحضرتك من وان أهلا بحضرتك أستاذ إيهاب اسمح لي نقرأ القول من أقوال القديس يحنى ذهبي الفم ونبتدي بعده تأملاتنا الإنسان وسط ظلمة الخطية لم يحرم من العناية الإلهية بل بالعكس يسمح الله له بالفكر المادي أو المرض الجسدي أو الحرمان المعنوي أو الاجتماعي لترتد النفس إلى خالقها تسأل وتطلب وتكرع وهنا تأخذ مشتهى الكل وتنال عمل الله فيها حقيقة أستاذ إيهاب يمكن قول جميل جدا عن عناية الله بنا حتى في وسط الخطية حتى وإحنا بعاد عنه حتى وإحنا مجغولين في وسط ديقات ومجغوليات العالم لكن عين الله دايما علينا حتى الآن بتقول عيني عليك من أول السنة لآخرها خلينا نتكلم قبل ما نتأمل في هذا القول خلينا نعرف بس سيرة هذا القديس العظيم القديس يوحنى ذهبي الفم القديس يوحنى ذهبي الفم قال عنه أبونا تدرس يا أومالتي القديس يوحنى ذهبي الفم مفرح القلوب لأن الكلام بتاعه بيفرح القلب وبيفرح العقل وبيفرح الروح ولما نيجي نقول أطلقه عليه ذهبي الفم لأن كلام كان بيخرج من فمه زي الدهب احنا عارفين أن الدهب قمته بتبقى غالية وبيتدفع فيه فلوس كتير كذلك الكلمات اللي بتخرج من فمه من الغلاوة بتاعتها دي تخرج من فمه نتيجة صلاة نتيجة جهاد نتيجة نسك نتيجة مطنيات نتيجة قراءة في الكتاب المقدس علشان كده ربنا كان بيفيد عليه وزي ما كان بيقول لنا قدست البابا شنودة المتنيح لا يفيد إلا الذي امتلأ ولما بنجي نقول أنه اتولد سنة 344 ميلادية من أب وسني كان قائد في الجيش الروماني وأمه كانت مسيحية والده توفى وهو طفل صغير والدته كان عندها حوالي 20 سنة ترملت ومرضتش أنها تتزوج علشان تربي ابنها وتعلمه التعليم المسيحية اهتمت بيه وودته أنه هو يتعلم ودخل مدرسة الفلسفة والبلاغة ويقول عليه أنه كان متفوق جدا حتى العالم اللي كان بيدرس في المدرسة دي ويقول أنه هيبقى مكاني اللي هو يوحنة زهبي الفام قبله طبعا ما يطلقه عليه اللقب دوت وهو عايش مع والدته طلب أنه هو يترهبن لكن والدته قالت له أنا اترملت على والدك بش عايز أترمل عليك تاني وعيش من غيرك أطاع بكل خضوع وكل محبة وعاش معها وبعد لما والدته سفرت للسماء رحل الدير واترهبن وقعت حوالي 5 سنين بنسك وزهد شديد جدا وكان بيقرأ في الكتاب المقدس لدرجة أنهم يقولوا حفظ الكتاب المقدس عن ظهر قلب ورسم شماس ثم رسم كاين بعد كده ابتدى يخرج للخدمة برة كان الملك أو الامبراطور في الولي دوت سي اودوسيوس كان فرض ضرائب على الشعب فالشعب هاجع عليه ورحل الأصر بتاعه وده ستبسال بتاعه وابتدى يعني ايه بهد للدنيا خالص طبعا الامبراطور بعد جيوش علشان يعاقب الشعب والناس ممكنوش بيخرجوا من البيوت فكان القديس يحنى زهبيه الفم بيعزهم في الكنيسة ثلاث مرات في اليوم وكانت اسمها عزات التماثيل وكان دايما يقول لهم لما الولاة بيقصوا عليكم الكنيسة بتكون الملازل آمن لكم وهو ده الخادم الراعي اللي بيهتم بخلاص نفوس المخدومين يعني زي ما حياتك بتقول كان بيخدم أو بيعايزهم ثلاث مرات في اليوم لا يأكل ولا يمل من هو يبتدي يكلمهم عن ربنا من أجل تعزيتهم من أجل أن هما يكون عندهم السلام الداخلي والطمأنينة بعد كده اختير للأسقفية وابتدى بعد كده أن الملك اللي هو الإمبراطور ساودوسيوس مرة أحد القادة عنده يعني أحرز نصر في أحد الحروب وطلب منه القائد أنه يبني له كنيسة أريوسية فاجه القديس يحنى زهبيه الفم وقف قدام الإمبراطور وقال له لا يحل لك أن أنت تدي أمر أن كنيسة تتبني نجي بعد كده الإمبراطور ساودوسيوس مات بس ما ننساش أنه هو هرب مرة من الأسقفية يعني كان زميله وباسيليوس كان هيتريسم أسقف معاه لكن هو هرب وده كانت أول مرة تقريبا زي ما حضرتك بتقول أنه هو قاعد يقنع القديس باسيليوس زميله أنه هو يبقى أسقف قال له ماشي وبعد ما أقنعه هما الاتنين دخلوا في الصف مع بعض أول لما تقدم باسيليوس هو هرب منه فتاني يوم بيقول له أنت هربتي ليه قال له أنا قعدت مع نفسي وفكرت وقلت أن الراعي دوت صعب أنه هو يعني الخلاص بتاعه ممكن يكون صعب شوية ليس من أجل خطايا بل من أجل مسئولية الراعية بتاعته منيجي بعد كده بعد سؤدوسيوس جي ابنه إركاديوس وزوجته أفادوكسية كانت شخصيته ضعيفة شوية عن والده كانت تعتبر أفادوكسية اللي هي المشية الإمبراطورية جات مرة أفادوكسية الملكة اختصبت حقل امرأة وجات تخش الكنيسة طبعا الامرأة دي كانت اشتكت للقديس يحنى زهبيه الفم فمنعها من دخول الكنيسة فأصدرت أمر أنه هو يتنفي لما اتنفى حصل زلزال شديد جدا في قول بيقول أنه حصل زلزال شديد جدا وقول تاني بيقول أنه هي جالها مرض صعبه خالص فقالت لأ الرجل دوت قديس رجعوا تاني فرجع وبعد كده اتنفى مرة تانية كانوا عملوا لها تمثال والشعب قاعد يرقص قدام التمثال أكنه بيعبد إله وسني فالكلام يعني بحيث أنهم يرجعهم عن الطريق ده وما ينفعش يعملوا كده كانت النتيجة أنه اتنفى مرة تانية في المكان اللي هو فيه ودخل الكنيسة في قداس من القداسات واتناول وبعد ما اتناول روحه صعدت وعيد نيحته بيبقى 17 هاتور قديس يحنى زهبيه الفم من ضمن المقولات بتاعته إن المسيح حول لنا الأرض إلى السماء والبشر إلى ملائكة سمائيين من أكثر الحاجات اللي استوقفتني في قصة هذا القديس العظيم طاعته ومحبته لولدته الأرمالة استجابته لدموعها يعني هو ليه اشتياء نبيل اشتياء روحي عظيم يمكن مش كتير من الشباب اللي بيجي لهم هذا الاشتياء لكن بالرغم من كده هو استجاب لدموع أمه والجميل بقى في الموضوع أنه هو عاش حياة الرهبنة في بيت أمه يعني كان حول حجرته بيته لألاية خاصة به يفترش الأرض ينام على الأرض يعني يسهر يصلي ويسبح يأكل القليل ينام القليل حول حياته أو حجرته الخاصة لألاية فهو ده يمكن الدرس اللي ممكن نطلع به طاعة الولدين دي مهمة جدا مش علشان أنا عايز أروح أطرهبن أترك والدتي وزي ما حياتك ذكرت أنه لم يذهب إلى الدير إلا بعد نياحة والدته طيب خلينا نتأمل بقى النهاردة في هذا القول وإحنا غرقانين يمكن القول بيقولي الإنسان وسط ظلمة الخطيئة لم يحرم من العناية الإلهية وسط الخطيئة وأحيانا بيستغرق وقت كبير أوي وإحنا عايشين فيها ومش حاسين وأحيانا زي ما الكتاب المقدس بيقولينا يشربونا الإتمك الماء وسط الخطيئة إزاي بتكون رعاية الله لنا نفتكر الآية اللي بتقول حيثما كسرت الخطيئة ازدادت النعمة جدا مهما الإنسان يكون عايش في الخطيئة الله عيناه تخترقان أسطار الظلام فاحص القلوب والكلة يعني مهما الإنسان كان عايش في الخطيئة ربنا بيهتم به زي أبونا آدم وأمنا حوة لما سقطوا ربنا صنع لهم أقنصة من ورق الشجر يعني ما سبهم شي ودهم الوعد نسل المرأة يسحق رأس الحية يعني ربنا برضو لما الإنسان بيكون خاطئ ربنا برضو بيكون واقف جنبه لأن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فنلاقي أن ربنا صبر على القديس أغسطينوس لغاية لما رجع مريم الإبطية لغاية لما رجع القديس الأنبى موسى الأسود لغاية لما رجع وربنا عينه على الخاطئ بنشبهه بإيه حضرتك لما نلاقي مثلا فيه ابن عمل حاجة ووالده بيعقبه عقبه عقاب شديد فالولد ممكن يزعل وياخد موقف كده وينزوي في القوضة يجي معادل أكل مش عايز يأكل فالزوج يبعث لزوجتي يقول لها أقولي للولد يجي علشان يأكل يعني يجرح ويعصب يصحق ويداه تشفيان هو بيعاقب بس في نفس الوقت عينه على الإنسان وبيحبه علشان يرجعه لي تاني ما بنسوش بقى القول بيقول يسمح الله والله بالفكر المادي أو المرض الجسدي أو الحرمان المعنوي أو الاجتماعي إزاي المرض أو الديئة أو الفكر المادي أو الاجتماعي يكون هو دا رعاية الله لنا أحيانا الناس في وسط المرض تقولي يا رب انت سيبني ليه رب انت نسيني ليه إيش معنا أنا ليه مش واخد بلك مني القول هنا بيورينا جانب تاني خالص من رعاية الله لنا إزاي في وسط المرض هو عينه علينا وهو بيرعنا نفتكر الآية حضرتك اللي بتقول عيني عليكم من أول السنة إلى آخرها ربنا لما بيجي يدي تجربة للإنسان بيعمل للأول تشخيص مبدئي حضرتك لو أنا عايز أعمل عملية وبروح للدكتور بيقول لي هاتلي أشعة هاتلي تحليل العملية هتتكلف كذا هتيجي يوم كذا هتقعد في البيت مثلا لمدة شهر هتأخذ أجازة كذا علشان أدبر أموري ربنا بقى ربنا عينه على التجربة لكل الإنسان ربنا بيدي كل واحد على قد احتماله وبيقصها بميزان حساس يشوف الإنسان ده هيحتمل ولا لأ فبيدي التجربة بيشوف هيديها في أني وقت ومين اللي هيسند الإنسان أثناء التجربة والتجربة هتأخذ مدى معين قد إيه وتنتهي وإيه البركات اللي هتعود على الإنسان لما التجربة تيجي وبنلاقي إن شفيع المجربين هو أكتر واحد مر بالتلات تجرب دول مر بالمرض مر بالفقر مر بفقدان الأحباء وربنا في نفس الوقت كان بيعوله وفي كل ما حاجة تحصل له سواء في المرض يقول الرب أعطى الرب أخذ فقدان الأحباء ولا دماته الرب أعطى الرب أخذ الفقر الرب أعطى الرب أخذ عارف إن كل الأشياء تعمل معا للخير فربنا ساعات بيدي التجارب دية علشان الإنسان يعرف ويرجع لربنا لأن ربنا بيحب الإنسان وربنا عايز الإنسان يكون في أحسن صورة علشان كده ساعات ربنا بيدي التجارب علشان الإنسان يرجع لحضن ربنا تاني بس خلينا برضو نفرق بين التجارب أو المرض اللي بيكون نتيجة لخطية أو بيكون عناية من الله لنا ومرض بيكون نتيجة لأفعالنا يعني واحد مثلا بيشرب سجائر طول عمره بشراها وأصيب مثلا بمرض في الرئة أو في ألصاد في الوقت ده هيجي يقول بقى إن ربنا ده تجربة من ربنا لا أحيانا كتير المرض بيكون سبب نتيجة أو حاجة إحنا بنعملها طول حياتنا طيب هل المرض في الوقت ده اللي بيكون فعلا تجربة من الله هل ده ممكن يكون بمسابة شدة ودن يعني ربنا كده بيفوأنا فوق ابتدي إصحى يعني خلي بالك إن أنت ماشي في طريق غلط ولا بيكون إيه هو حضرتك يعني التجارب بتنقسم إلى ثلاث أقسام التجارب الأولانية إنسان بعيد عن ربنا وربنا عايز يجيبه تجارب التانية في تجاربة لتسكية الإنسان في تجربة تانية بيسمها تجربة الإعداد الإلهي بالنسبة للإنسان اللي عايش في الخطية بنقول الله غير مجرب بالشرور بل يجرب الذي انخدع من شهواته نلاقي زي المفلوك ربنا قال له مغفورة لك خطيئة قم وأمشي دوت كان إنسان خاطئ بنلاقي مثلا حد زي يونان النبي ربنا قال له روح لأهل نينوة وقلهم إن ربنا هيهلك المدينة نظر إلى ذاته إزاي أنا أروح أقول لهم ربنا هيهلكه وربنا أنا عارف إنه رحيم وطويل الأناية وكثير الرحمة وجزيل التحنن مش هيهلكهم يبقى أنا كده طلعت قدامهم كداب بص للأنا ربنا رماه في بطن الحوت ثلاث تيام وابتدى يصلي اسمع صراخ يا سيدي وإلى صلاتي أمل أذنيك في أني بحاجة شديدة إليك بعد كده رب بعد شدة الودن ديات ربنا رجعه تاني بس برضو ما سابهوش ويمكن الأباء علمونا إن ده حوت النجاة يعني مش مجرد حوت لإهلاك نفسه لكن ده حوت عشان ينجيه وسط الخطيئة وينجيه حوت النجاة أو حوت النجدة بنلاقي حاجة تانية سعاد ربنا يدي تجربة للإنسان اللي مش عايز يرجع ممكن الإنسان ربنا يبعث له خادم يقول له ارجع وتعالى الكنيسة يبعث له أب كهن ارجع وتعالى الكنيسة مرض داخل للأسرة بتاعته ارجع وتعالى الكنيسة مش عايز يرجع في حاجة بقى يا مدام ميروت بيسموها تجربة مكبرات الصوت أو تجربة المكرفونات العالية لما الإنسان مش عايز يرجع لربنا ربنا يهزه بقى بتجربة جديدة زي ما عمل مع مين زي ما عمل مع أبونا يعقوب كانت في شخصيته ايه يخطف ويجري يخطف ويجري يسرق البكورية من أخوه عيسو ويجري بعد كده يروح عند خاله لبان يشتغل ويخطف ويجري بعد لما راح لخاله لبان ورجع وهو في الطريق افتكر قالوله أن أخوك عيسو خارج هو والرجال علشان يموتوك الليلة ديت منامش وابتدى يصرخ لربنا هي دي تجربة مكبرات الصوت الكتاب حضرتك ما قالش أن أبونا يعقوب افتكر ربنا في الفترة اللي كان قاعد فيها عند خاله لبان لما تجوز رحيل وليئة إنما في الليلة ديت قال له يا رب أخويا عيسو جاي وهيهلك الزوجات مع الجواري مع البنين فافتكر من ربنا ودي بيسموها صلاة الضغطة اللي الإنسان بيصالها تحت ضغط ونيجي تاني للنوع تاني من التجارب اللي هو بتاع التسكية إنسان بار وعايش مع ربنا وعايش كويس فربنا عايز يزكيه كل ما يأتي بصمر ينقيل يأتي بصمر أكثر زي الدهب كل ما دخل جوه النار كل ما اللي معام بتاعه اشتد زي مين زي القديس بوليس الرسول كان عند شوكة في الجسد ويقول تدرعت إلى الله ثلاث مرات أن ينزع مني هذه الشوكة لكن ربنا قال له تكفيك نعمتي لأنها في الضعف تكمل يعني أنت يكفيك كده فربنا سعد بيدي لتسكية الإنسان هو ياخد إكليل على الكرزة والتبشير والتعب والصفر وإكليل تاني على احتماله المرض ثالث حاجة هقولها بسرعة اللي هي تجربة إعداد الشخصيات زي ما حصل معه موسى النبي كان صعب جدا وما كانش حليم ربنا اداله أربعين سنة في الرعي بعد مهرب عشان يتعلم الحلم يوسف الصديق اتعلم في السجن وكان قاعد مع رئيس السقاء ورئيس الخبزين وخد منهم إزاي الملك بيدير المملكة وأصبح أشهر وزير للتموين نجي بعد كده ساعات برضه بوطقة الإعداد الإلهي لإعداد الشخصيات ساعات يكون في قرية معينة في قرية ناية ربنا يجهز لها كاهن لمدة عشرين سنة أو خمسة وعشرين سنة الشاب دوت ممكن يكون من أسرة فقيرة يتربى على الفقر عشان لما يترسم كاهن يشعر بالفقرة يمكن في حالة مرضية في الأسرة أو هو مريض عشان لما يشعر بالمرضى ممكن في الكنيسة بتاعته يتلمس على أباء في الكتاب يعني بيدرسه الكتاب المقدس في الوعز حلو أو في الألحان فربنا سعد بيعد الشخصيات من أجل الخدمة ومن أجل القراثة يرجع لربنا أو من أجل تسكية الإنسان ياخد أكليل أكتر أو من أجل إعداد الشخصيات طب هل الله بيتعامل مع كل واحد فينا بنفس الطريقة ولا كل واحد لي طريقة مخصصة لي أو طريقة تناسبه هو علشان يقدر يرجع ويترك الخطير نلاقي آية أنا بحبها خالص اللي هي بتقول رابح النفوس حكيم يعني إذا كن ربنا بيحاول يربح الناس ويكسبهم إزاي بقى إحنا البشر مفروض تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم يحكوا كده يعني قصة رمزية يقولوا أن موسى النبي لما كان مع ربنا فترة الأربعين يوم وبيستلم الوصيح العشر فأربعين يوم فترة كبيرة فقال ربنا ما تسيب لي يا رب لما حكم العالم فربنا قال له خلاص يا موسى تفضل فموسى بص لأ رجل بيسقب جدر امرأة قال دوة يموت لأ واحد بيشتم واحد قال دوة يموت لأ واحدة بتجذب على واحدة قال دي تتموت ربنا قال له لا 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 ده أنت هتخلص لي إركن انت على جنب ده أنت هتخلص لي على الناس كلها سيبني أنا أتعامل مع البشر ولقى المسيح لما جيه على الأرض كانت تعاملاته يمشي يا زكا انزل يا زكا ينبغي اليوم أن أكون في بيتك المرأة الساميرية يربحها إزاي يروح لها في عز الظهر ويمشي لها ست ساعات في الوقت اللي محدش فيه بيخرج وهي بتروح عند البير لوحدها علشان هي امرأة خاطية ويقدر أنه هو يكسبها كان يعني كل واحد ليه مدخل وزي ما القديس بوليس الرسول علمنا بيقول أنه كان بيصير اليهودي كيهودي لأربح اليهودي واليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني دي حضرتك فيه الأنبا ماكسيموس أسخف بنا قال مثل جميل قوي قال يعني بيبقى عامل زي الصياد اللي بيرمي السنارة مش معقول الصياد ييجي يرمي السنارة للسمك ويحطي له حتة شوكولاتة طبعا السمك مش هيعرف إنما لو حطي له حتة عيش السمك هيكلها وزي لما دخل أسينة وإيه وحبي بشرهم فلقى هناك مكان لعبادة الإله المجهول وقال لهم أرى أنكم متدينون أيها الرجال الأسينيون أنا جيت أكلمكم عن الإله المجهول اللي أنتم مستنينه ده هو المسيح وابتدأ أنه يبشرهم رابح النفوس حكيم وأقول قصة بسيطة على قدس البابا شنودة أيام ما كان مدرس وكان ماشي كده مرة في المدرسة فلقى تلميز مطرود فبيقول له إيه حبيبي أنت مطرود ليه كان في ابتدائي قال له مدرس العربي خرجني بيقول أن أنا ما بعرفش أكتب قال له وريني الكراسة بتاعتك ابتدى يقرأ كده الحروف بتاعته وقال له قال له حاجة عجيبة خالص وطريفة قال له إنما أنت عليك حتة واو ما حصلتش خالص فرابح النفوس حكيم طبعا قدر إنه هو يربح الطفل آخر جزء في القول بيقول وهنا تأخذ مشتهى الكل وتنال عمل الله فينا يعني إيه نأخذ مشتهى الكل نأخذ مشتهى الكل نفتكر ومعك لا أريده شيئا على الأرض الإنسان لو حتى العبارة ديت قدامه هيرتح خالص ويعيش حياة الطرق أولا يترك الخطيئة يترك محبة المال يترك الخصام وديت رسالة بنوجهها النهاردة لأي شخص لو زعلان مع أي حد أو إنسان زعلان مع أي حد الدنيا مش مستهلة محدش بياخد حاجة معاه لازم نحب بعض لأن إحنا هنعيش على الأرض مع بعض فترة زمن وليلة ليه الأخي خاصم أخوه والأخت تخاصم أختها والخادم يخاصم أخوه ليه يبقى فيه نزاعات وفيه توتر فكلما ترك الإنسان الخطيئة وترك محبة المال وترك محبة الخصام وعاش إن إحنا ويركز دايما الإنسان نظرته على السماء إن إحنا في فترة غربة على الأرض ونعيش عيننا على السماء وأمجاد السماء تمام أستاذ إيهاب نبيل أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على تأملات الروحية الجميلة اللي النهاردة اتكلمنا وعن سيرة القديس يحن دابي الفم حقيقة كان وقت رائع بشكرك جدا شكرا يا مده مربط بشكر حضرتك على تعب محبتك مشاهدين لحظات ونرجع لكم وفقرتنا التانية هنتكلم فيها عن زواج القاصرات خليكم معنا بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة